بالنسبة للعديد من النساء فإن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان لهن إنه المنزل ولذلك أوجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام في الداخل وفي المنازل في جمع أنحاء العالم سرخة أطلقها الأمين العام الأممي المنازل ليست ملاذا آمنا لكل النساء وفي زمن الحجر الصحي تصاعدت أرقام العنف وحدثت مآسي أسرية لمساعدة النساء المعنفات أطلقت العديد من الجمعيات عبر المملكة خدمة الاستماع عن بعد من بينها جمعية حركة التويزا في بنغرير نستمع لرئيسها خالد مصباح بعد وضع خدمة الاستماع عبر الهاتف بدأت جمعية حركة التويزا في بنغرير ترقيم جموعة من مكالمة الهاتفية من نساء تعرضت نعالي شتى أنواع العنف أغلبها العنف الجسدي والنفسي والقانوني حيث عملت الجمعية على اتصار بالمصاريح الأمنية والقضائية في الحين وأيضا نسيق والتتبع مع المصاريح القضائية خاصة المحكمة البسدائية في مقر الجمعية يتم استقبال اتصالات النساء ضحايا العنف طوال أيام الأسبوع أسئلة كثيرة تجيب عنها المتصلة قبل الإنكباب على معالجات الشيكاية العديد من النساء لجأنا إلى الجمعية لطلب الإرشاد والمساعدة الخيط الناظم بينهم تعرضهن للعنف الزوجي كما تحكي لنا هذه السيدة فصلت بيوم عدت ليهم حكايتي باللي أنا مزوجة ربع سنين هادي عندي جوجولي دات عندي معادي سيد مشكلتي عنفني تيضربني ما تينفقش على ولداته ما تيصيرش عليا العنف فيروس أيضا وينبغي مواصلة محاربته حتى في أوج المعركة ضد فيروس كورونا